القرائيين نسبة إلى المصدر العبري قرائم ومعناه الذين يقرؤون التوراة وينتسبون إلى رجل يسمى عينان بن داود من أهل بغداد في زمن أبي جعفر المنصور المتوفي في نهاية القرن الثامن الميلادي ومن أهم ما يتميزون به أنهم لا يعترفون إلا بالعهد القديم وينكرون التلمود والروايات الأخرى الشفوية وهم في هذا موافقون للصدوقيين يعز إلى شيفهم عينان الإقرار ببعثة عيسى وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يزعم أنه نبي للعرب وليس لليهود وقد انتشرت أفكار عينان بن داود بين اليهود انتشارا قويا وخاصة في البلدان العربية والشرق وكان بينهم وبين التلموديين عداء شديد وتكفر كل واحدة منهم الأخرى ولا زال منهم أناس يسكنون قربة لأديب في فلسطين ويتميزون عن بقية اليهود في أعيادهم ومحاكمهم وأماكن ذبحهم للحيوانات وهم يعتبرون من أعداء الصهيونية التلمودية لأن كل منهم يكفر الآخر ويرى ارتداده عن الدين ويذكر المؤرخون أنه بعد أن تمكنت الصهيونية التلمودية من الاستيلاء على فلسطين استاضت بضعة آلاف من القرائيين وأدخلتهم إلى فلسطين وهم يعيشون هناك كرهاء وكوسيلة للمساومات مع من بقي من القرائيين خارج فلسطين الحسيديا فرقة من فرق اليهود متأخرة النشأة ترجع إلى رجل يسمى إسرائيل ابن إلي عازر الملقب ببعل شم والمتوفى سنة 1760 ميلاديا وحسيديا مشتقة من الكلمة العبرية حسيد التي تعني المنقى والناثر نفسه للدين والذي يظهر أن الحسيديا فرقة صوفية منشقة عن الفريسيين التلموديين فهم يعظمون التلمود ويقبلون أقواله إلا أن لهم تفسيراتهم الباطنية الخاصة بذلك وهم يعتمدون في مخالفاتهم لبقية اليهود على التأويل الباطني ولهذه الفرقة أتباع كثيرون ومن أهم ما يميزهم اعتقادهم بوحدة الوجود وأن لا وجود حقيقي إلا وجود الرب وأن المخلوقات ما هي إلا مظاهر لذلك الوجود وتعبير عنه يقولون أن الخير والشر من الرب وأن الإنسان إذا اتكب منقرا فعليه أن يكون مرتاح البال لأن ذلك من الرب وكل ما هو من الرب فهو خير يقولون بالتناسخ وأن الغرض منه تطهير النفس وإعطائها الفرصة للصلاح فإذا لم تصلح تتناسخ في جسد آخر لأكثر من مرة حتى تصل إلى الصلاح يقولون بالثواب والعقاب وأن الإنسان لا بد أن يتطهر قبل دخوله الجنة وذلك بأن تهزه الملائكة بعد الموت حتى تذهب سيئاته الحسية والجسدية وتتقاذفه الملائكة بين أيديها حتى يتطهر من سيئاته النفسية المتعلقة بالأفكار والكلام وعندهم أن اليهودية لا يقضي في جهنم أكثر من 12 شهرا من أكثر طوائف اليهود حماسا لمجيء المسيح المخلص الذي يعتقدون أنه سيكون من نسل داوود وبمجيئه تنتهي كل مشاكل اليهود يتركون ضفائر على جانبي الرأس كما لا يحلقون ولا يقصون شيئا من لحاهم ولا من سائر شعر الوجه سوى الشوارب أكثر الحسيديم يذمون الصهيونية ويطعنون فيها وإن كانوا مؤيدين لها في إنشاء دولة اليهود في فلسطين وقد هاجر كثير منهم إلى فلسطين واستقروا بها وكان لهم تجمعات كبيرة بل يقول الكتاب إن أكثر من نصف المدارس في دولة اليهود تعود للحسيديم ما عدا فرقة الستمار فإنها تحرم السفر إلى دولة اليهود في فلسطين ويطعنون في الصهاينة ويعتبرونهم كفارا مارقين وهم يرون أن خلاصهم لا يكون إلا بأمر معجز عن طريق المسيح المخلص وأن وجود دولة اليهود يعوق خلاصهم ويؤخر مجيء المسيح المخلص وأكثر هذه المجموعة يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية